من جانبه استقبل رئيس عبد المجيد تبهون رئيس جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألن هيان وزير الخارجية والتعاون الدولية الذي نقل تحياتي صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد ألن هيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ودعوة قيادة دولة الإمارات لرئيس جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لزيارة دولة الإمارات وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين بهدف تعززها وتطويرها في شتى المجالات وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه رسمية إلى الجزائر بحث العلاقات الثنائية المشتركة وتطوير مجالات التعاون